وأدعو فخامة رئيس الوزراء أبي أحمد رئيس الوزراء السيوبيا لإلقاء كلمته فليتفضل سيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس جمهورية مصر العربية السيدات والسادة رؤساء الوفود والحكومات السيد موسى فكي السيدات والسادة اسمحوا لي بأن أبدأ بالتعبير عن امتناني لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على حرارة الاستقبال وكرم الضيافة الذي أظهرتموه لنا منذ وصلنا كنت أرجو أن نتقابل من أجل أن نتحدث عن أمور التنمية وذلك وبالطبع لابد من أجل أن نتمكن من فعل ذلك أن ننظر إلى النزاعات الموجودة أن السودان تنزف أكثير من النزوح بالطبع هذا النزاع لا يأتي نظرا لغياب المنصات الخاصة بالحوار إنني أتمنى أن يكون هناك سلطة في دولة السودان تأخذ بزمام الأمور لا يجب أن نترك الأمور تتدهور في السودان ولابد أن يتم احتواء هذا النزاع بشكل أو بآخر ولكن بطبع الآثار المترتبة على النزاع في السودان استشعرتها كل الدول الجوار نظرا لغياب المنزوح إن منطقة القرن الإفريقي وغيرها سوف تعاني إذا ما استمرت أطراف النزاع في تجنب الحل لهذه الأزمة والنزاع العنيف أود أن أغتنم هذه الفرصة من أجل أن أشكر فقامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على عقد هذه القمة من أجل إيجاد حل لأزمة السودان دعوني أيضاً أعبر عن امتناني وتقديري للجهود السعودية في الأيام الأولى للنزاع أود أن أؤكد على أن هذه العمليات بما يتضمن قمة اليوم لابد أن تنضم إلى الأليات والمبادرات التي يقودها الاتحاد الإفريقي والتي قد توجد ممرات وقانوات تنجح كل هذه الجهود السيدات والسادة إن أزمة السودان ومثيلاتها لا يمكن حلها إلا عن طريق التضامن والوحدة في بلداننا لابد أن نتخطى التحديات التي نواجهها في بلداننا وأن نحاول مشاركة الدروس المستفادة معها ولابد أن نساعد بأي شكل من الأشكال في إطالة الأزمة ختاماً إثيوبيا تدعو إلى وقف لإطلاق النار بشكل فوري ومستدام وبالطبع يجب أن يكون هناك حوار يساهم في استقرار السودان وأيضاً لابد أن يكون هناك تنظيم لعملية انتقالية للوصول إلى السلام في السودان وإثيوبيا تمثل الآن في مساعدة السودان شكراً جزيلاً أشكر فخامة الرئيس للوزراء أبي أحمد على كلمتي شكراً جزيلاً